أحد الأخوة من سائق السيارات حدث له حادث انقلاب وأسفر هذا الحادث عن مقتل شخصين هل يكفر كفارة واحدة عن الاثنين أم تلزمه كفارتان؟ نرجو التوضيح إذا كان عليه نسبة من الحادث ولو قليلا أو كان الحادث كله منسوبا إليه التشبه فيه فإنه تلزمه الكفارة عن كل من مات معه كفارة مستقلة يلزمه كفارتان عن الشخصين الذين توفي معه كل كفارة ورتق رقبة فإن لم يجد فإنه نصوم شهرين متتابعين